مع توالي التقارير الأمريكية عن الحشود العسكرية العراقية لقوات الحرس الجمهورية على الحدود مع الكويت أواخر تموز 1990 قرر الجانب الأمريكي استطلاع الموقف من خلال السفيرة الأمريكية في بغداد أبريل جلاسبي كانت السفيرة جلاسبي خبيرة بشؤون المنطقة وتمتلك حصيلة جيدة من المعرفة باللغة العربية وخدمت بالتدرج في السلك الدبلوماسي في سفارات أمريكا لدى كل من القاهرة ودمشق وبعد أن تم ترقيتها لدرجة سفير تم تعيينها لأول مرة كسفيرة في بغداد مع تصاعد أنباء الحشود العراقية وصلت إلى السفيرة جلاسبي تعليمات من الخارجية الأمريكية باستيضاح الموقف عن حقيقة هذه الحشود من الجانب العراقي وتم اللقاء في اليوم التالي 25 تموز مع وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار حمدون اللي يكرر الكلام الرسمي حول جذور الحملة الغربية والتواطئ الكويتي حسب الاتهامات العراقية بعد انتهاء اللقاء وعودة السفيرة الأمريكية إلى مقرها اتصل نزار حمدون مجددا وطلب منها الحضور بشكل عاجل في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء 25 تموز 1990 جرى ذلك اللقاء الشهير بين الرئيس العراقي صدام حسين والسفيرة الأمريكية في بغداد أبريل كلاسبي وامتد هذا اللقاء لحوالي ساعتين بداية وحسب النص الرسمي للإعلام العراقي تم نشر خبر اللقاء في اليوم التالي 26 تموز بأنه جرى بناء على استدعاء من الرئيس العراقي للسفيرة الأمريكية ومن هذا ومن قراءة محظر اللقاء اللي يمتد لحوالي 26 صفحة يتبين أن المغزى من اللقاء هو رسالة أراد الرئيس العراقي إرسالها إلى الطرف الأمريكي لأن القاعدة العامة في العمل الدبلوماسي تقول بأنه إذا قام رئيس الدولة باستدعاء السفيرة المعتمد لديه لمقابلته فهذا معناه أن الجانب المهم في كلام ذلك اللقاء هو كلام الرئيس لأن الاستدعاء من قبل الرئيس معناه أنه يريد إرسال رسالة معينة إلى الدولة التي يمثلها السفير والمسألة الثانية مرتبطة بعقدة موجودة لدى أغلب قادة العالم الثالث عموما ملخصها أنهم لا زالوا حتى اليوم لما يتحدثون إلى سفراء الدول الكبرى يتصورون وكأنهم يتحدثون إلى رؤساء تلك الدول أنفسهم وليس لمجرد سفير سينقل تفاصيل ذلك اللقاء بمذكرة مكتوبة إلى وزارة الخارجية في دولته وينتظر التعليمات للتصرف وهذا توضيح مهم للمشاهد حتى يفهم أن كم اللغط والتحليلات والتكهنات اللي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا كلها كانت تصب في خانة أن السفيرة الأمريكية قامت بتضليل الرئيس العراقي وأعطته الانطباع بأن أمريكا لن تتدخل في مسار الأزمة بين بغداد والكويت وهذا معناه أن كلام السفيرة تم تضخيمه بأكثر من اللازم في حين أن المهم هو ما قاله صدام حسين ومن جهة ثانية كانت المشكلة أن صدام كان يتصور خلال اللقاءه كأنه يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ويبني بالتالي قراره وتصوراته عن الموقف الأمريكي من كلام السفير اللي يمثله وهذا كان واضح تماما منذ اللحظة الأولى لبداية اللقاء عندما قال صدام بأنه طلب السفيرة ليتحدث معها حديث واسع هو في الواقع رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأ صدام اللقاء بالتذكير بأن العلاقات بين بغداد وواشنطن لا تزال جديدة ولم يمر عليها زمن طويل يساعد على فهم كل طرف للطرف الآخر لأن علاقات البلدين كانت مقطوعة منذ عام 1967 بقرار من بغداد ولحين عودتها في زيارة رامسفيلد ولقاء بصدام عام 1984 وأن كلا الطرفين يجهلان عن بعضهم حقائق كثيرة وحدثت بين الطرفين منغصات كما في قضية إيرانية كان يمكن تجاوزها لو لا استمرارها في خطوات لاحقة وأن هناك أوساط داخل الإدارة الأمريكية لم تعجبها النتيجة التي خرجت بها الحرب بين العراق وإيران أنا طلبتك اليوم لأتحدث معك حديثا سياسيا واسعا هو عبارة عن رسالة للرئيس الأمريكي بوش تعرفون أن علاقاتنا كانت مقطوعة مع الولايات المتحدة إلى عام 1984 وتعرفون الظروف والأسباب التي أدت إلى قطع العلاقة وقد بينا لكم أن قرار إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة كان قد اتخذ في الواقع عام 1980 وربما خلال الشهرين الذين سبقا قيام الحرب بيننا وبين إيران ولكن عندما قامت الحرب مع ملابساتها المعروفة ولأننا حرصون على أن نتصرف بالقضايا الكبيرة بما لا يجعل المقابل يفسر الأمور إلا في إطارها الصحيح أجلنا إعادة العلاقة على أمل أن تنتهي الحرب ولأن الحرب استمرت طويلا وتأكيدا لمبادئنا التي تقول أننا جهة غير منحازة كان لابد أن نعيد العلاقات مع الولايات المتحدة فجاء التوقيت لإعادتها في عام 1984 ومن الطبيعي أن نقول أن الولايات المتحدة ليست مثل إنجلترا مثلا من حيث قدم علاقاتها مع دول الشرق الأوسط العربية ومنها العراق وإذا أضفنا إلى هذا أنه لأن العلاقات بين البلدين كانت مقطوعة طيلة المدة بين عامي 1967 و 1984 لا بد أن نقول أنه سيصعب على الولايات المتحدة أن تفهم الكثير من الأمور في العراق كما ينبغي وكان مؤملا بالعلاقة الجديدة التي استؤنفت أن نعاون بعضنا لكي يفهم كل من الآخر لأننا نحن أيضا كنا وما زلنا نجهل الكثير من الخلفيات والأمور التي يستند إليها القرار الأمريكي تعاملنا مع بعضنا أثناء الحرب وأجرينا الحوار على المستويات التي أتاحتها الفرص لأن تجري العلاقة والحوار فيما بيننا وكان أهم مستوى في إجراء الحوار هو مستوى وزير الخارجية وكنا نأمل أن تزداد مساحة الفهم المشترك وأن تتسع فرص وإمكانات التعاون بما يعود بالمصلحة على الشعبين العراقي والأمريكي بل وعلى الأمة العربية كما كنا نأمل وكلما وجدت الأطراف المعنية أن هذا ممكن غير أن العلاقة وهي حديثة عهد تعرضت إلى بعض المنغصات والضربات وهي في خط سيرها على الطريق أهم ضربة تعرضت لها العلاقات كانت في عام 86 بعد سنتين من إعادة العلاقات فيما سمي بقضية إيران جيت وصادف في ذلك العام احتلال الفاو من قبل إيران ومن الطبيعي أن نقول أن كل علاقة تستطيع مع قدمها وتشابك المصالح أن تغطي ارتكاب الأخطاء التي تحصل فيها ولكن عندما تكون المصالح في هذه العلاقة صغيرة الحجم ولم تتسع بعد وعندما تكون العلاقة ليست قديمة بما يكفي لتوجه أطرافها لكي تتفهم بعضها البعض لا بد أن يترك كل خطأ في طريقها نوعا من الأثر هو بحجم الخطأ وربما في بعض الأحيان أكبر من حجمه ولكن في كل الأحوال لا يكون الأثر أقل من حجم الخطأ مع ذلك قبلنا الاعتذار الذي قدمه الرئيس الأمريكي حول إيران جيت عن طريق مبعوثه إلينا واعتبرنا ذلك يكفي عن الماضي وينبغي أن لا نحيي الماضي إلا إذا ارتبطت به خطوات لاحقة تذكر بأن الخطأ الماضي ليس مجرد خطأ عابر استمرت علاقاتنا هكذا وبدأت الهواجس تزداد بعد أن حررنا الفاول فاختلط الإعلام بالسياسة وبدأت هواجسنا تظهر على السطح من جديد وبدأت علامات الاستفهام ترتسم متسائلة ماذا تريد الولايات المتحدة عندما تكون غير مرتاحة لنتائج القتال التي حررنا بها أرضنا كان واضحا لدينا بما لا يقبل الشك أن هناك أوساطا في الولايات المتحدة ولا نقول الرئيس الأمريكي لأنه ليس لدينا ما هو ملموس على هذا ولكن هناك أوساطا في الولايات المتحدة يرتبط بعضها بأوساط جمع المعلومات والمخابرات والاستخبارات وبعض الأوساط في الخارجية ولا أستطيع أن أقول وزير الخارجية أقول بدى لنا أن هذه الأوساط غير مرتاحة لتحرير أراضينا وبعض الأوساط مما ذكرنا تجمع معلومات تحت عنوان من الذي يخلف صدام حسين ثم بدأت تجري الاتصالات مع دول الخليج على أساس تخويف هذه الدول من العراق وتعلن الرغبة أو توحي بها لكي لا تقدم دول الخليج أي معاونة اقتصادية للعراق وقد لمسنا بما لا يقبل الشك تأثير هذه النشاطات أكد صدام خلال اللقاء بأن العراق هو الذي وقف في وجه الخطر الإيراني وأن أصدقاء أمريكا في المنطقة اللي هي تتعاهد بحمايتهم بعد تصاعد الأزمة الأخيرة في الحقيقة لم تقم أمريكا بحمايتهم وإنما الذي حماهم هو العراق فهل هذه هي مكافأة العراق على دوره في استقرار المنطقة وحمايتها من طوفان لم يكن أحد يعرف على أي شاطئ كان سيضعها ثم بدأ صدام يتحدث عن أزمة تخفيض أسعار النفط وقضية الديون التي خرج بها العراق إلى الدول الأخرى خرج العراق من الحرب وهو مدين للآخرين بحدود أربعين مليار دولار عدى المساعدات التي قدمت للعراق والتي ما زالت مسجلة عليه كديون من قبل بعض الدول العربية مع أنهم يعرفون وأنتم تعرفون بأنه لو لا العراق لما بقيت هذه المبالغ وغيرها عند أصحابها ولا أصبح مستقبل المنطقة على غير ما هو عليه أنتم وغيركم نظمتم مشروع مارشال لكل حلفائكم بعد الحرب وكنتم خلال الحرب تقدمون مساعدات سخية لهم هذه كلها كانت تقدم لهم من دافعي الضرائب الأمريكان ثم بدأنا نواجه بسياسة خفض أسعار النفط ثم بدأت أمريكا التي تتحدث عن الديمقراطية تضيق ذرعا بالرأي المقابل وبدأت الحملة الإعلامية تشن على صدام حسيان من مركز الإعلام الأمريكي الرسمي وفي ظن الولايات المتحدة أن حال العراق مثل الحال في بولونيا أو رومانيا أو تشيكوسلوفاكيا إن زعجنا من الحملة ولكن لم ننزعج كثيرا على أمل أن نترك فرصة كافية عددا من الأشهر ليعاين صاحب القرار الأمريكي بنفسه وليلمس هل ترك هذا الإعلام أثرا ما في حياة العراقيين ما كان يراد أن يتركه من أثر أم أن الأمر مختلف كان أملنا أنه بعد هذه الفرصة الطويلة سيصبح بمقدور المسؤولين الأمريكيين أن يتخذوا قرارات أكثر صوابا في العلاقة مع العراق من المسلم به أن العلاقة حتى وهي ترتقي إلى أي مستوى من مستويات الصداقة لا تفترض التطابق بل وأن الأمريكان يرون أنه حتى داخل القيادة الواحدة لا يفترض أن يكون هناك تطابق في الآراء ولكن عندما تخفض أسعار البترول بشكل مخطط ومتعمد وبدون سبب تجاري أو اقتصادي فهذه حرب أخرى على العراق لأن الحرب تقتل البشر بعد أن تسيح دمهم والحرب الاقتصادية تقتل إنسانية البشر بعد أن تسلبها فرصتها في الحياة الكريمة ونحن كما تعلمون أعطينا أنهارا من الدم في حرب استمرت ثماني سنوات ولم نتنازل عن إنسانيتنا أي حق العراق في أن يعيش بكرامة وعليه لا نقبل على الإطلاق وإذا كنا لا نقبل هذا بدرجة معينة قبل الحرب فالآن لا نقبله بدرجة مضاعفة أي يخل أحد بكرامة العراقيين أو بحقهم في العيش حياة سعيدة ومرفهة ومزدهرة الكويت والإمارات كان وجه هذه السياسة التي تريد أن توصل إلى ما يذل العراق وتسلبه فرصة الحياة السعيدة وأنتم تعرفون أن علاقاتنا كانت جيدة مع الإمارات والكويت نضيف إلى هذا أن دولة الكويت ونحن مجغولون بالحرب كانت تتوسع على حساب أراضينا قد تقولون أن هذا في حكم الدعاية لكننا نقول بإمكانكم أن تعودوا إلى وثيقة واحدة والتي تسمى خط الدوريات وهو الخط الذي اعتمدته الجامعة العربية لتجعل أي تقوة عسكرية في عام واحد وستين بعيدة عن هذا الخط أي على الحافة القريبة منه عاينوا وقفوا في الحافة الأخرى التي هي باتجاه الكويت وانظروا أكانت توجد عليها مخافر شرطة أو مزارع أو منشآت نفطية وإلى عمق بعيد من هذا الخط أي خط الدوريات إن كل هذه المرافق والمنشآت استحدثت بتخطيط مقصود لفرض الأمر الواقع على العراق ومن الطبيعي أن نقول أنه خلال هذه المدة كانت حكومة الكويت مستقرة بينما الحكومة في العراق تتغير وحتى بعد عام ثمانية وستين وإلى عشر سنوات بعدها كنا نحن مجغولين بأمور كثيرة مرة في الشمال وأخرى في حرب ثلاثة وسبعين وغيرها من الانشغالات ثم جاءت بعد ذلك الحرب مع إيران التي مضى عليها الآن عشر سنوات في تقديرنا يجب أن تفهم الولايات المتحدة بأن المرفهين المتمكنين اقتصاديا يستطيعون أن يتفاهموا معها على ما هو مشروع من المصالح المشتركة فيما لا يستطيع ذلك من يجوع أو تسلب فرصته في حياة سعيدة نحن لا نقبل التهديد من أحد لذلك لا نستخدم التهديد لكننا نقول بوضوح نأمل أن لا تتوهم الولايات المتحدة كثيرا وأن يكون سعيها لكسب أصدقاء وليس إضافة أرقام جديدة إلى الأعداء أنا اطلعت على التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن الأصدقاء في المنطقة وأقول من حق كل جهة أن تختار أصدقاءها في المنطقة ومن حق كل جهة في العالم أن تختار أصدقاءها نحن لا نعترض على هذا ولكن أنتم تعرفون أنكم لستم الذين حميتم أصدقاءكم خلال الحرب مع إيران وأنا أجزم لو أن الإيرانيين اندلعوا في المنطقة لما استطاعت الجيوش الأمريكية أن تصدهم وتوقفهم إلا باستخدام القنابل النووية هذه ليست نظرة استصغار لكم وإنما مرتبطة بطبيعة الجغرافية وبطبيعة المجتمع الأمريكي التي تجعله لا يستطيع أن يتحمل في معركة واحدة عشرة آلاف قتيل وأنتم تعرفون أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار ليس بسبب ضرب أمريكا منصة صغيرة من منصات تحميل النفط بعد تحرير الفاو فهل هذه هي مكافأة العراق على دوره في استقرار المنطقة وحمايته من طوفان لم نكن نعرف على أي شاطئ كان سيضعها كان صدام واضح في قوله بأن كل ما ورد من مطالب عراقية في المذكرة اللي قدمها طارق عزيز يوم 18 تموز إلى الجامعة العربية سيتم استحصالها الواحدة بعد الأخرى بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة لأن العراقيين حسب تعبيره ليسوا من النوع الذي يسكت عن حقه فإذا كان دول الخليج محتاجين فالعراقيين أيضا محتاجون ماذا يعني قول أمريكا الآن أننا ملتزمون بحماية أصدقائنا بصورة فردية وجماعية إنه يعني بوضوح انحيازا واضحا ليس إلى جانب الجهة الفلانية من دون الجهة الفلانية الأخرى وإنما انحياز واضح ضد العراق في هذه المرحلة هذا الموقف فيه تشجيع واضح للكويت والإمارات ومع التصريحات الأخرى والمناورات لكي لا تحترم دولة الإمارات والكويت حقوق العراق أقول لكم بوضوح إن حقوق العراق التي وردت في المذكرة سنأخذها واحدة واحدة قد لا يحصل هذا الآن أو بعد شهر أو بعد سنة ولكننا سنحصلها كلها لأننا لسنا من النوع الذي يسكت على حقه وليس هناك استحقاق تاريخي أو شرعي أو حاجة لتستحوذ الإمارات والكويت على حقوقنا فإن كانوا محتاجين فنحن أيضا محتاجون إذن على الولايات المتحدة أن تكون منسجمة مع هذا الموضوع ويجب أن تظهر بوضوح أنها تريد الصداقة مع الجميع حيثما رغب الجميع بصداقتها وتعادي من يعاديها ويجب أن لا تعادي من يختلف معها في وجهة النظر في الصراع العربي الإسرائيلي أو شؤون الحياة الأخرى نحن نفهم تماما قول أمريكا بأنها حريصة على تدفق النفط ونفهم قول أمريكا بأنها تريد علاقات صداقة مع دول المنطقة وأن تتسع مساحة المصالح المشتركة في المجالات المختلفة ولكن لا يمكن أن نفهم محاولات تشجيع البعض لكي يلحق الضرر بالعراق الغريب أن صدام أثناء اللقاء وصل إلى تهديد الولايات المتحدة مباشرة لما قال بأن أمريكا تستطيع إيذاء العراق بقدراتها والعراق كذلك يستطيع إيذاءها وكل واحد يؤذي الآخر بحسب حجمه وهدت صدام صراحة باستخدام أفراد عرب في تنفيذ عمليات تخريبية داخل أمريكا وأنه لن يهتم إذا ما تم توجيه مئة صاروخ نحو بغداد إذا ما وصلت الحال إلى إذلال العراقيين وانتزاع فرصتهم في العيش بكرامة وسعادة تريد الولايات المتحدة ضمان تدفق النفط هذا مفهوم ومعروف تريد أمريكا السلام في المنطقة وهذا هو الذي نسمعه هذا مفهوم لكن عليها أن لا تعمل بالطرق التي تقول أنها لا تحبها وهي طرق الضغط واستعراض القوة إذا استعملتم طرق الضغط والإكراه نحن سنعمل بطريقة الضغط واستخدام القوة نحن نعرف أنكم قادرون على إلحاق أذن بنا ونحن لا نستخدم التهديد ضدكم لكن نحن أيضا قادرون على إلحاق الأذى بكم وكل واحد يلحق أذن بقدر حجمه نحن لا نستطيع أن نأتي إليكم في الولايات المتحدة ربما يصلون إليكم أفراد عرب أنتم تستطيعون أن تأتوا إلى العراق بطائرات وصواريخ نعرف هذا لكن لا توصلوننا إلى أن نستخف بكل هذا متى نستخف بهذا؟ عندما نشعر أنكم تريدون أن تذلوننا وأن تنتزعوا فرصة العراقيين في العيش بكرامة وسعادة عند ذلك يكون الموت هو الأفضل وعند ذلك لا نأبه إذا وجهتم علينا مقابل الصاروخ الواحد مئة صاروخ لأنه من غير هذا لا كرامة للإنسان ولا حياة لا تقيمة ثم تطرق صدام بعد ذلك إلى طبيعة الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل وأنه بالرغم من أن الأزمة مع الكويت والإمارات إلا أنه لا توجد مقارنة بينهما وبين إسرائيل ولكن إذا ما استمرت التجاوزات العدوانية الكويتية والإماراتية ضد العراق حسب تعبيره فسيكون هناك كلام آخر ليس من المعقول أن نطلب من شعبنا أن ينزف كل أنهار الدماء طيلة ثماني سنوات ثم نقول له الآن عليك أن تقبل العدوانية الكويتية أو الإماراتية أو من الولايات المتحدة أو من إسرائيل نحن لا نضع هذه الدول بمستوى واحد أولا نحن متألمون أن يحصل بيننا وبين الكويت والإمارات هذا والحل لما حصل يتم ضمن الإطار العربي وبالعلاقة الثنائية المباشرة لا نضع أمريكا كعدو ولكن نضعها حيث نرغب أن نكون أصدقاء وحاولنا أن نكون ولكن يبدو من تصريحات أمريكا المتكررة خاصة خلال السنة الماضية بأنها لا تضعنا كمشروع صداقة وهي حرة في تصرفها هذا نحن عندما نسعى لأن نصادق نريد مع الصداقة الكرامة والحرية والحق في اختيار فرصنا كما نجتهد وخاصة الفرص التي لا تلحق أذن بطرف الصداقة نريد أن نتعامل بحجمنا ونعامل الآخرين بحجومهم نرى مصالح الآخرين في الوقت الذي نتعامل مع مصالحنا وعلى الآخرين أن يروا مصالحنا في الوقت الذي يتعاملون مع مصالحهم ماذا يعني استدعاء وزير الحرب الصهيوني في هذا الوقت إلى أمريكا ثم ماذا تعني هذه التصريحات الملتهبة التي تخرج من إسرائيل في الأيام الثلاثة أو الأربع الأخيرة والحديث عن احتمالات اقتراب الحرب أكثر من السابق نحن لا نريد الحرب لأننا نعرف معناها ولكن لا تدفعنا إلى أن نعتبرها هي الطريق الوحيد أمامنا لنعيش بكرامة ويعيش بقيتنا بسعادة نحن نعرف أن لدى الولايات المتحدة القنابل نووية ولكننا مصممون على إما أن نعيش بكرامة أو نذهب كلنا ولا أعتقد أن هناك إنسانا شريفا في الكرة الأرضية لا يفهم هذا المعنى نحن لا نطلب منكم أن تحل مشاكلنا أنا قلت أن مشاكلنا العربية نحلها فيما بيننا ولكن لا تشجع بعض الناس أن يتصرفوا بأكبر من حجومهم وعلى الباطل الذي يصادق العراق لا أظنه يخسر ما زال الرئيس الأمريكي في تقييمي أنه لم يرتكب خطأ تجاه العرب وإن كان قراره بتعليق الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية قرار خاطئ ولكنه قرار يبدو أنه ينطوي على مجاملة ما لتيار الضغط الصهيوني وربما ينطوي على تكتيك ما ليمتص التعبئة الصهيونية ويعيد الكرة نحن نأمل أن يكون استنتاجنا الأخير صحيحا لكن سنظل نقول أنه قرار خاطئ تجاملون المغتصب بعشرات العناوين والمفردات في الاقتصاد وفي السياسة وفي الإعلام وفي الأسلحة متى يحين الوقت لتجامل بعد كل ثلاثة عنوين للمغتصب بعدوان واحد للعرب ومتى تجد الإنسانية فرصتها الحقيقية في القرار الأمريكي العادل بحيث يوازن في الحقوق الإنسانية لمائتي مليون إنسان مع ثلاثة ملايين يهودي وختم صدام حديثه بأنه يتمنى بأن تنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الرئيس بوش وليس عن طريق المجموعة في وزاة الخارجية واستثنى من هذه المجموعة وزير الخارجية ومعاونه السيد كلي لأنه رآه ورآ عقليته وتبادل الحديث معه في بداية عام تسعين إذن نحن راغبون في الصداقة من غير أن نركض وراءها نقوم بواجبنا نرفض الإيذاء من أي جهة جاءت وإذا حصل إصرار على إيذائنا سنقاومه وهذا حق إنساني سواء جاء الإيذاء من أمريكا أو الإمارات أو الكويت أو إسرائيل طبعا لا أضع هذه الدول على مستوى واحد إسرائيل تغتصب أرض العرب أمريكا تساندها لكن الإمارات والكويت لا تساعدانها وهم عرب في كل الأحوال أما عندما يصرون على إضعاف العراق فهم يساعدون الأعداء عند ذلك من حق العراق أن يدافع عن نفسه في عام أربعة وسبعين التقيت مع ابن الملة مصطفى البرزاني في هذا المكان الذي تجلسين عليه وكان اسمه إدريس جاءني يطلب تأجيل تطبيق الحكم الذاتي في كردستان العراق كما اتفق عليه في بيان الحادي عشر من آذار لعام سبعين فقلت له لدينا إصرار على أن نلتزم بتعهداتنا وعليكم كذلك الالتزام بتعهداتكم وعندما رأيت أن هناك نوايا شر من البرزاني قلت له سلم لي على أبيك وانقل له أن صدى محسين يقول ما يلي وحدثته عن توازن القوى بالأرقام والمعطيات مثلما تحدثت مع الإيرانيين في رسائلي المفتوحة إليهم أثناء الحرب وخرجت من الحديث حول هذه الأمور بنتيجة أوجستها له بالقول أنه إذا حصل قتال عسكري سننتصر وقلت له أتعرف لماذا؟ لكل هذه الأسباب التي ذكرتها زائدا سبب سياسي أنتم تعتمدون على خلافاتنا مع إيران الشاه وإيران مستندة في خلافها مع العراق على أطماعها بالحصول على نصف شط العرب فإذا كان الاختيار أن نحافظ على العراق كله ومعه شط العرب ونكون بخير فسوف لن نتنازل عن شط العرب وإذا وضعنا في زاوية إما نصف شط العرب أو كل العراق فإننا سنعطي نصف شط العرب لنحافظ على العراق كما نتمنى له نأمل أن لا تدفع الأمور لتذكرنا بهذه الحكمة في علاقتنا مع إيران لكن بعدها أعطينا نصف شط العرب والبرزاني مات ودفن خارج العراق وخسر معركته فنأمل أن لا ندفع إلى هذا إن كل الذي يعطل العلاقة بيننا وبين إيران الآن هو شط العرب فعندما نرى أننا أمام أن يعيش العراق بعز وكرامة أو شط العرب سنقف لنناقش على أساس الحكمة التي قلناها عام 1974 وعند ذلك مثلما خسر البرزاني فرصته التاريخية سيخسر كثيرون فرصتهم التاريخية مع تحياتي للرئيس بوش وأمل أن يطلع الرئيس على هذا وأن لا يتركه بيد المجموعة في وزارة الخارجية وأستثني من هذه المجموعة وزير الخارجية والسيد كيلي لأنني رأيته ورأيت عقليته وتبادلت الحديث معه ولما جاء دور السفيرة غلاسبي في الكلام كان فحوى ردودها على كلام الرئيس العراقي يتلخص في التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تقف بالضد من التوجهات الإعلامية المعارضة للعراق داخل أمريكا وأنه ليس هناك أي توجيه رسمي من قبل الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام في شن أي نوع من الحملة الدعائية ضد العراق وأن رغبة الرئيس بوش الشخصية واضحة في تحسين العلاقات مع العراق بل أن السفيرة دفعت في الهجوم على الإعلام الأمريكي ووصفت أسلوبه بالرخيص وغير العادل خصوصا بعد لقاء الرئيس العراقي في حزيران من عام تسعين بمذيعة قناة ABC الأمريكية دايان سوير اللي تطرقنا له في حلقة سابقة من سلسلة حرب الخليج الثانية لمن أراد الرجوع إليها أشكركم سيادة الرئيس من دواعي السعادة الكبيرة لدبلوماسي أن يلتقي ويتحدث مباشرة إلى الرئيس وأنا أفهم بوضوح الرسالة التي تحدثتم بها وأنتم تتحدثون سيادة الرئيس درسنا في المدرسة درس التاريخ كانوا يعلموننا أن نقول الحرية أو الموت وأعتقد أنكم تعلمون جيدا أننا كشعب لنا تجربتنا ضد المستعمر سيادة الرئيس ذكرتم أشياء كثيرة خلال هذا اللقاء ليس بوسعي أن أعلق عليها نيابة عن حكومتي لكن بعد إذنكم أعلق على مسألتين تحدثتم عن الصداقة وأعتقد أنه كان واضحا من رسائل رئيسنا إليكم بمناسبة العيد الوطني أنه يؤكد قال الرئيس العراقي كان كريما وتعبيره محل تقديرنا واحترامنا قالت السفيرة الأمريكية وكما تعرفون أنه وجه الإدارة الأمريكية بالرفض القاطع والحثيث لمقترح فرض العقوبات التجارية قال الرئيس العراقي مبتسما لكن لم يبقى لدينا شيء نشتريه من أمريكا فقط الحنطة لأنه كلما نريد أن نشتري شيئا يقولون هذا ممنوع ونخشى أن تقولون أن الحنطة أيضا تصلح للبارود قالت السفيرة الأمريكية إن لدي توجيها مباشرا من الرئيس شخصيا أن أعمل على توسيع وتعميق العلاقات مع العراق قال الرئيس العراقي ولكن كيف؟ نحن أيضا لدينا هذه الرغبة والأمور تجري من حيث النتيجة خارج الرغبة قالت السفيرة الأمريكية أعتقد كلما ناقشنا هذه القضايا يتقلص الاحتمال الذي أوردتموه مثلا أوردتم قضية المقال الذي نشر عن طريق وكالة الاستعلامات الأمريكية لقد كان محزنا فعلا وقدمت اعتذارا رسميا حوله قال الرئيس العراقي نحن موقفك كريم قال الرئيس العراقي موقفك كريم نحن عرب يكفينا أن يقول لنا المعني أنا آسف قد أخطأت ونمضي على الطريق لكن الإعلام بشكل عام استمر ومليء بقصص مع الأسف لو أنها موجودة لا تسبب الزعل لذلك نفهم من استمرار هذا النهج أن هناك إصرار قالت السفيرة الأمريكية أنا رأيت برنامج دايان سوير في محطة أي بي سي الذي جرى في هذا البرنامج أمر رخيص وغير عادل وهو صورة حقيقية لما يجري في الإعلام الأمريكي حتى لسياسيين أمريكيين هذه هي طريقة الإعلام التي يعمل بها الإعلام الغربي أنا مسرورة أنكم تنضمون إلى الدبلوماسيين لمواجهة هذا الإعلام لأن ظهوركم في الإعلام حتى ولو لمدة خمس دقائق يساعدنا على أن نجعل الشعب الأمريكي يفهم العراق وهذا شيء يزيد من الفهم المشترك ولكن لو كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يسيطر على الإعلام لكان أداؤه لوظيفته أسهل سيادة الرئيس لا أريد أن أقول أن الرئيس بوش يريد علاقة أفضل وأكثر عمقا مع العراق فحسب بل يريد أن يكون للعراق إسهاما تاريخيا في السلام والإزدهار في الشرق الأوسط إن الرئيس بوش ذكي ولن يعلن أي حرب اقتصادية على العراق أنتم محقون صحيح الذي أوردتموه من أننا لا نريد أسعارا عالية للنفط لكن أسألكم أن تتأملوا احتمال الرغبة في أن لا تكون أسعار النفط مرتفعة جدا قال الرئيس العراقي نحن لا نريد أسعارا عالية جدا للنفط وسأذكر لك أنه في عام 1974 أمليت أفكار مقال كتبه السيد طارق عزيز مضمونه انتقال شديد لارتفاع أسعار النفط وكان أول مقال يظهر من عربي بهذا الاتجاه قال السيد طارق عزيز وسياستنا في منظمة أوبك ضد القفزات في الأسعار قال الرئيس العراقي غير أن السعر 25 دولار ليس عاليا قالت السفيرة الأمريكية عندنا كثيرون من الأمريكان ممن يتمنون أن يرتفع السعر إلى أكثر من 25 دولارا لأنهم من ولايات تنتج النفط قال الرئيس العراقي كان قد وصل السعر في هذه المرحلة إلى 12 دولار فعندما تنخفض من ميزانية العراق المتواضعة 6 إلى 7 مليارات فإن هذا تدمير كانت الفقرة الخطيرة من كلام السفيرة غلاسبي أنها قالت بأن الذي لا يتوافر لدى الإدارة الأمريكية رأي بخصوصه هو الخلافات العربية العربية ومنها الخلاف الحدودي مع الكويت وأنها خدمت أواخر الستينات في السفارة الأمريكية بالكويت وكانت التوجيهات الصادرة من واشنطن في تلك الفترة بأنه لا ينبغي أن نبدي رأيا حول هذه القضية ولا علاقة لأمريكا بها ووجه وزير الخارجية المتحدث الرسمي لأن يعيد هذا التأكيد وتمنت السفيرة على الرئيس العراقي بأن يتم حل المشكلة إما عن طريق الشاد للقليبي أمين عام الجامعة العربية أو الرئيس المصري حسني مبارك لكن من جانب آخر عبرت السفيرة عن قلقها من تصاعد وتيرة الأحداث خصوصا بعد خطاب صدام يوم 17 تموز اللي تحدث فيه عن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ومذكرة طارق عزيز إلى الجامعة العربية في اليوم التالي للخطاب حول التجاوزات الكويتية والإماراتية وانتهاءا بالحشود العسكرية على الحدود مع الكويت قالت السفيرة الأمريكية أعتقد أنا أفهم هذا وعشت سنين هنا وأنا أعجب بجهودكم غير الاعتيادية من أجل إعادة البناء وأفهم أن هذا البناء يحتاج إلى أموال وهذا نفهمه ولدينا رأينا في هذا الموضوع وهو أن تتاح لكم الفرصة لإعادة البناء ولكن الذي لا يتوفر لدينا رأي حوله هو الخلافات العربية العربية مثل خلافكم الحدود مع الكويت أنا خدمت في أواخر الستينات في سفارة أمريكا بالكويت وكانت التوجيهات لنا في تلك الفترة أن لا علاقة لكم بهذه القضية ولا علاقة لأمريكا بهذه القضية وقد وجه جيمس بيكر متحدثا الرسمي لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه ونتمنى أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة وبأي طريقة مناسبة عن طريق الإقليابي أو الرئيس مبارك كل ما نأمله أن يجري حل لهذه الأمور بسرعة ومع كل هذا هل أطلب منكم أن تنظروا في كيف يبدو هذا الأمر بالنسبة لنا إن تخميني بعد 25 سنة خدمة في المنطقة هو أن تلقى أهدافكم الدعم القوي من إخوانكم العرب أنا أتحدث الآن عن النفط ولكن أنتم يا سيادة الرئيس قاتلتم بحق حربا أليمة مرعبة ونحن بصراحة لا يمكن إلا أن نرى أنكم قد نشرتم قطعات كبيرة في الجنوب بالشكل الاعتيادي هذا ليس من شأننا ولكن عندما نرى أن هذا الشيء يحصل في سياق الكلمة التي ألقيتمها في ذكرى الثورة ثم نقرأ ونطلع على التفاصيل في رسالتي وزير الخارجية ومن ثم نطلع على وجهة النظر العراقية من أن إجراءات الإمارات والكويت هي من حيث التحليل النهائي لها موازية لعدوان عسكري على العراق يبدو أن من المعقول لي على الأقل أن أقلق ولهذا السبب تلقيت توجيها بأن أتوجه بالسؤال بروح الصداقة وليس بروح المواجهة عن نواياكم هذا هو الوصف البسيط للقلق الذي ينتاب حكومتي أنا لا أقصد أن الوضع هو وضع بسيط أن قلقنا هو قلق بسيط قال الرئيس العراقي لا نطلب من أحد أن لا يهتم بالسلام أو أن لا يقلق عندما يرى السلام يتكدر هذا شعور إنساني صميم نحن نشعر به وأنتم كدولة عظمى أمر طبيعي أن تقلقوا لكن الذي نقصده أن لا يعبر عن هذا القلق بطريقة تشعر المعتدي أن هناك من يعاونه على العدوان هذا هو الذي نقصده نحن نريد أن نتوصل إلى حل ينصفنا ولا يأخذ من حقوق الآخرين لكن في الوقت نفسه نريد أن نشعر الآخرين بأنه لم يعد لنا مجال للصبر تجاه تصرفاتهم وصل ضررها إلى حليب أطفالنا وإلى رزق الأرملة التي استشهد زوجها في الحرب وإلى رزق الأيتام الذين فقدوا آباءهم أثناء الحرب ثم نحن بلد من حقنا أن نزدهر وطالما ضاعت علينا فرص وعلى الآخرين أن يقدروا دور العراق في حمايتهم وحتى هذا العراقي يقصد الرئيس العراقي المترجم أصبح في شعور صعب هذا شعور كل عراقي نحن لا نريد أن نعتدي لكن لا نقبل أن يعتدى علينا أرسلنا لهم مبعوثين ورسائل خطية وحاولنا معهم بكل الطرق تمنينا على خادم الحرمين الملك فهد أن يعقد اجتماعا رباعيا على مستوى القبة فاقترح أن يكون على مستوى وزراء النفط ووافقنا وانعقد اجتماع وزراء النفط في جدة كما تعرفون وتوصل إلى اتفاق لا يمثل الذي يفترض أن يكون لكن وافقنا عليه بعد الاجتماع بيومين فقط صرح وزير النفط الكويتي بما يخالف الاتفاق كذلك طرحنا الموضوع أثناء قمة بغداد فبعد إنجاز أعمال القمة قلت للملوك والرؤساء العرب أن بعض الأشقاء يشنون علينا حربا اقتصادية وأن الحروب ليست كلها تستخدم الأسلحة هذا النوع من الحرب نعتبره بمستوى العامل العسكري ضدنا لأنه إذا هبطت كفاءة جيشنا من الممكن عندما تعاود إيران الحرب أن تحقق أهدافا لم تحققها في الماضي وإذا هبط مستوى برنامجنا الدفاعي قد يشجع هذا إسرائيل لأن تعتدي علينا وقلت هذا أمام الملوك والرؤساء العرب فقط لم أشر بالاسم إلى الكويت والإمارات لأنهم كانوا ضيوفي ثم أنا كنت قد أرسلت لهم مبعوثين قبل هذا لكي أذكرهم بأن القتال الذي قمنا به يتضمن دفاعا عنكم فلا يجوز أن تبقى المساعدات التي قدمت لنا بصيغة قروض قمنا بأكثر مما تقوم به الولايات المتحدة تجاه من يعتدي على حقوقها وتحدثت بالموضوع مع الدول العربية الأخرى حكيت للأخ الملك فهد عدة مرات عن طريق المبعوثين وبالهاتف وحكيت مع الأخ الملك حسين ومع الشيخ زايد بعد انتهاء أعمال القمة وإلى أن أوصلته إلى الطائرة وهو يغادر الموصل إلى الإمارات وقال لي فقط انتظرني إلى أن أصل الإمارات ولكن بعد وصوله ظهرت تصريحات في غاية السوء ليس منه وإنما من وزير النفط كذلك بعد اتفاق جدة وصلتنا أخبار إنهم يتحدثون عن أن مدة الاتفاق شهرين وبعدها يتنصلون من الاتفاق إذن قولوا لنا لو أن الرئيس الأمريكي وضع في مثل هذا الموقف ماذا يفعل؟ أنا قلت أن من أصعب الأمور علي أن أتحدث علنا ولكن لا بد أن نقول للعراقيين الذين يجدون نقصا في أرزاقهم من هو المسؤول عن ذلك ومن المصادفات أنه وإثناء الانتقال إلى الحديث عن مصر اتصل الرئيس المصري في حينها مما أدى إلى توقف اللقاء لبضع دقائق وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية بين الرئيسين العراقي والمصري عاد صدام مرة ثانية إلى مكان اللقاء وقال للسفيرة الأمريكية بأن الأخ مبارك ينقل بأن الكويتين خائفون ويقولون بأنه توجد قوات على الحدود مع العراق وكان جواب صدام بأنه بغض النظر عن طبيعة تلك القوات الموجودة على الحدود بين البلدين فليطمئن مبارك الكويتين بأنه لن يحصل شيء لغاية ما يتم اللقاء بين الوفدين العراقي والكويت وعندما تصل الأمور إلى مرحلة العجز عن إيجاد مخرج فأمر طبيعي أن لا يقبل العراق أن يموت ومع ذلك الحكمة فوق كل شيء الغريب أن صدام قال للسفيرة الأمريكية بأن الاجتماع بين العراق والكويت في جدة سيكون بروتوكولي وسينتقل اجتماع آخر بعدها في بغداد لكن الذي حصل هو أن اجتماع جدة يوم 31 تموس كان هو الأول والأخير وجرى بالطريقة المعروفة قالت السفيرة الأمريكية قضيت أربع سنوات جميلة في مصر قال الرئيس العراقي مصر شعب كريم طيب وعريق يفترض أن أهل النفط يساعدون شعب مصر لكن مع الأسف بعضهم بخلاء إلى الحد الذي لا يصدق ومن المؤلم أن بعضهم غير محبوب عند العرب بسبب بخلهم قالت السفيرة الأمريكية سيادة الرئيس يساعدنا ويكون من دواع اهتمامنا إذا أعطيتمون تقييما للجهود التي يبذلها إخوانكم العرب وإذا كان هناك أي نجاح قال الرئيس العراقي في هذا الموضوع خلاص اتفقنا مع الأخ الرئيس مبارك أن يلتقي رئيس وزراء الكويت مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة من عندنا في السعودية لأن السعودية كانت البادئة في الاتصال معنا وجاءت جهود الأخ الرئيس مبارك تصب في الاتجاه نفسه وكان الآن معي على الهاتف وقال إن الكويتين موافقون قالت السفيرة الأمريكية مبروك قال الرئيس العراقي سيعقدون في السعودية اجتماعا بروتوكوليا ثم ينتقل الاجتماع إلى بغداد ليبحثوا أمورهم بعمق بين الكويتين والعراقيين مباشرة ونأمل أن نصل إلى نتيجة ونأمل أن النظرة البعيدة والمصلحة الحقيقية تتغلب على البخل الكويتي قالت السفيرة الأمريكية هل ممكن أن أسألكم متى تتوقعون أن يأتي الشيخ ساعد إلى بغداد؟ قال الرئيس العراقي يفترض السبت أو الاثنين بالكثير كما قال لي الأخ الرئيس مبارك وقد قلت للأخ مبارك أن الاتفاق أن يكون في بغداد السبت أو الأحد لكن تعرفون أن الأخ مبارك يمون علينا قالت السفيرة الأمريكية هذه أخبار سعيدة وأنا أهنئكم قال الرئيس العراقي قال لي الأخ مبارك أن الكويتيين خائفين ويقولون يوجد عسكر على بعد 20 كم من خط الجامعة العربية فقلت له بغض النظر عما يوجد سواء أكان الموجود شرطة أو جيش وكم عدد الموجود وماذا يفعل طمئن الكويتيين ونحن من جانبنا لن يحصل أي شيء إلى أن نلتقي معهم وعندما نلتقي ونرى أن هناك أمل لن يحصل شيء وعندما نعجز عن إيجاد مخرج فأمر طبيعي أن لا يقبل العراق أن يموت ومع ذلك الحكمة هي فوق كل شيء آخر فإذن الآن عندك أخبار جيدة قال السيد طارق عزيز هذه أخبار سبق صحفي قالت السفيرة الأمريكية كنت قد خططت لأسافر إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين القادم وأملي أن ألتقي الأسبوع المقبل في واشنطن بالرئيس بوش لكن بسبب الصعوبات التي بدأنا نواجهها فكرت بتأجيل السفر أما الآن فإني سأسافر يوم الاثنين وفي ختام اللقاء تبودلة التحيات والتمنيات الودية كان تخوف صدام من المجموعة في وزارة الخارجية نابع من كون مدراء التخطيط ووكلاء الوزارة وكبار العاملين فيها هم من اليهود المساندين لإسرائيل والعاملين في المكتب الخاص لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر اللي كان مهندس التسوية المصرية الإسرائيلية عبر سياسة الخطوة خطوة الشهيرة اللي اعتمدها بعد حرب 1973 بقيت نقطة مهمة نعود بها إلى ما قلناه في البداية بعد هذا المحظر اللي تطرقنا إلى نصه الحرف الكامل هل نستنتج بأن أمريكا من خلال سفيرتها في بغداد أعطت الضوء الأخضر لصدام حسين كي تجعله يستنتج أن أمريكا لن تتدخل في أزمة العراق والكويت حتى لو أدى هذا إلى استخدام صدام للقوة العسكرية ضد الكويت الغريب أن هناك إشارات ربما أكثر أهمية صدرت من مسؤولين آخرين في الولايات المتحدة لم يتطرق لها أحد بالقدر الكافي منها مثلا تصريح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط السيد جون كيلي اللي ذكر صدام في اللقاء في أثناء كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي بقبل يومين من الاجتياح عندما قال بالنص ليس لدينا علاقات قائمة على معاهدات دفاع مشترك مع أي دولة من دول الخليج ومن الناحية التاريخية فنحن نمتنع عن اتخاذ أي موقف من النزاعات الحدودية أو غيرها من الخلافات داخل الأوبك طبعا كان الطرف العراقي هو الذي نشر نص محظر اللقاء بين صدام وكلاسبي ولم تستطع الولايات المتحدة إنكاره ويعتبر هذا اللقاء إلى يومنا هذا ورغم مرور أكثر من ثلاثين عام على حدوثه ورغم هذا النص الرسمي المنشور والصريح في العديد من المصادر التاريخية التي تكلمت عن أزمة الخليج عام تسعين يعتبر من أكثر اللقاءات غموظا وإثارة للجدل بين رئيس دولة وسفير معتمد لدولة أخرى والأغرب أنه لا يزال بعد أكثر من ثلاثين عاما وسيبقى نقطة مثيرة للجدل لسنوات عديدة قائمة بحكم الظروف اللي أحاطت بذلك اللقاء وما جرى قبله وبالتأكيد ما جرى بعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر